الدولة خدت المخطط ده وترجمته لست محاور اشتغلت عليهم واحد واحد ازاي نغير وجه الحياة في مصر ازاي نعمل بنية تحتية متطورة تجزب استثمارات ازاي نندمج في الاقتصاد العالمي تعزيز الامن الغذائي للدولة المصرية توفير الاحتياجات الاساسية وتعزيز حماية الاجتماعية ازاي بقى عندي برنامج طموح للاصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة المصرية واسمحوا لي ان انا استعرض واحد واحد من دول ويمكن معلش ارجوك انكوا تستحملوني لان حجم التعامل في الدولة دي على مدارة تسع سنين كتير لو انا هتكلم على تغيير وجه الحياة في مصر هتكلم على شرائيل لتعزيز التنمية المدن الجديدة اللي احنا بننشئها التوسع في العمران القائم والقضاع العشوائيات تنمية سينة احنا عندنا كان خلل كبير جدا ومازال احنا شغالين عليه وهو التوزيع بتاع السكان على ارض ما احنا عندنا بس انا عايز اقول القاهرة الكبرى واسكندرية لوحدهم ستة وخمسين في المية من سكان الحضر موجودين بس على الجزء ده وبالتالي عندنا القاهرة الكبرى لوحدها واحدة من اكبر المدن على مستوى العالم كله معروف انها من اكبر الاقالين بسبب التكدس الكبير المخطط يا فندم قال ان حلمنا ان مصر تبقى من سنة 2013 سبعة في المية هي نسبة المعمور اننا نصل الى 14.5 في المية سنة 2022 او 2050 احنا النهاردة فين المشاريع اللي بتتنفذ النهاردة فعلى ارض مصر ستغطي ان احنا نبقى 13 و 8 من 10 في المية يعني 14 في المية مع اكتمال تنمية المدن الجديدة مع اكتمال تنمية المدن الجديدة المشاريع اللي تشغل على ارض مصر عندما نعملها على الخريطة المساحية احنا وصلنا 14 في المية يعني باقي اقتربنا من 20 و 50 مش معناها ان احنا خلصنا الـ 14 في المية معناها مع اكتمال مشروعات الاستصلاح اللي شغالين فيها هنصل الى الـ 14 في المية مع اكتمال تنمية المدن الجديدة اللي بدأناها هنصل لمخطط الـ 14 في المية لكن خلاص النواة موجودة والمراحل التنفيذ موجودة وخلاص بقيت مسألة وقت وانحنا بنشتغل بأسرع جهدنا عشان نصد الى هذا الهدف ان بدل ما نبقى مكدسين على 7 في المية هنبقى على اكتر من 14 في المية المخطط حط محاور وقال حتى عشان تعملوا تنمية ابدأوا بمناطق محددة الساحل الشمالي الساحل البحر الأحمر المتوسط منطقة غرب الدلتا ومناطق الشرق منطقة قناة السويف حتى كل المناطق اللي المفروض المشروع يشتغل عليها وقال عشان ان الكلام دي يتنفذ لازم تدخلق شرايين ومحاور طرق تسمت انها محاور تنمية وليس الطرق عشان كده كان اهم حاجة ان احنا نعمل هذه الشبكة شبكة الطرق ومحاور النيل والسكك الحديدية ومنظومة النقل الجماعي اللي تضمن ان كل محاور التنمية اللي احنا عايزينها والتوسع يتحقق وش ممكن حيتحقق وانا ما عنديش طروح لهذه المناطق ما عنديش شبكة اطارات على اعلى مستوى توصني هناك لازم يبقى عندي كل هذا الكلام ده خريطة شبكة الطرق اللي المخطط حطاها النهاردة ده اللي احنا اشتغلنا عليه والحمد لله تجوزنا المدى الزمني اللي كان حطه هذا المخطط ضمن مراحل التنفيذ احنا بنتكلم على شرايين تاني مش مجرد طرق ده شرايين تنمية عايزين تبني بلد لازم يبقى عندك هذه البنية الاساسية